الحديث عن تداعيات فاجعة الموصل معنا تفيا من الموصل معنا سيد نور الدين قبل أن نائب رئيس مجلس محافظة نينوام مرحبا بك أستاذ نور الدين بداية كارثة بهذا الحجم من المسؤول عنها بحسب رأيك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي جميع مشعزينك الكرام حياك الله اليوم مسألة مقلاب الحضارة تأملها كافة العلاقات الإجارية الموجودة قد وقلت خصوصية في هذه الكارثة ولكن قد تكون المسؤولين له لعية على سياق المباشرة التي تشرف على المرات السياحية وأيضا هناك شرطة المجدى أو المجدى النهرية التي كان يجل حليان تحوم بوقت المداني منق عمل الحضارة لأن هناك تحليلات من قبل الموارد المائية ومشروع سد الموصل من منصوب المياه وأيضا سرعة جريان معا هذه الحلقات هنا وهناك إثبار مينوى وأيضا هناك قائمة خامية الموصل ومسجل قراءة الموصل وهناك أيضا أدفاعة مدني وكذلك كما ذكرت بالمجدى النهرية كل هؤلاء ومن ثم بالتالي يكون في المسؤول الهداري الأول أيضا يجب أن تكون متابعة من قدره في هذا الأمر والذي هو محافظة نينو محافظة نينو طيب النائب عن محافظة نينو وإخلاص دوليني اتهمت ميليشيا العصائب أيضا بالتورط في فاجعة العبارة وذكرت أن القادة الأمنيين أقروا بعد بعدم قدرتهم على محاسبة المسؤولين عن الحادثة لكون يعني العصائب تمتلك جزءا من هذا المشروع بحسب هذه النائبة يعني برأيك من مرر هذه المشروعات لمكاتب الميليشيات لماذا لا تحاسب تلك الجهات المسؤولة نعم اليوم الموصل تشهد الكثير من التدخلات في جياعة السياسية كثيرة أنجل تستطيع المسجل أن يكون له موضع قدم في المحافظة نينو اليوم نحن لا نحلم بأننا نحن نعلم بأن القرصة الإستمارية هي ممنوحة لشخص من قبل سرعة سنوات تكون هناك شراء شراء بينه وبيتنا فيها فصيل عصائب أهل الحق بالتالي نحن كمجلة محافظة نينو لم يعلمنا أحد بأن هذا الأمر يثير بهذا الاتجاه ولكن اليوم كانت هناك مثل هكذا الأمر من المطلوب على الجهات الأممية أن تقاطب قياداتها في بغداد بسبب أن يكون الحمد على هذا الأساس حتى المحافظ صرح بأن العصائب لها حصة في مشروع الجزيرة عبر مكاتب الاقتصادية في مدينة الموصل هل سيكون هناك إجراء بحق هذه المكاتب؟ قد تكون نحن أكثر من شهر كمجلس محافظة نينو اتخذنا قرار بإغلاق تابعة المكاتب التابعة للفصائح المسلحة أو لأي جزء أخرى مكاتب الاقتصادية لأنه لا يوجد في القانون العراقي هنا تتم غلق فعلاً بعض هذه المكاتب وأيضاً نحن نصرغين أن لا تبقى أو لا يبقى أي مكتب اقتصادي يعمل مكاتب تابعة للأحيان أو تطالب أو لأي جهة أخرى لأنه حتى تعتبر مكاتب غير شرعية ولا يحق لها مكاتب في مدينة الموصل أو حتى في عميم المدينة العراقية لأنها تؤدي إلى أن يكون هناك فتان أو قد تشتغل من بعض عناصرها إلى اتجاز الناس والاستجاز الدوائر بالتالي القرار بمجلس عاصمة السيدة وكان ورغب ونحن أيضاً ندعو الجميع إن كان هناك أي معلومة من هذا الخصوص ورسالها لنا لإتجاز الاجراءات المادمة العاقية ما تعليقك على تصريح النائب أحمد الجبوري الذي قال أن هناك صفقة تدار لإقالة نوف العاقب مقابل إغلاق ملفات فساد وما ملامح هذه الصفقة هذا الكلام غير صحيح قد تكون هناك اجتماعات أو بقاعات بين أعضاء مجلس محافظة 2 وحتى يوم أمس كان هناك مطالبة من محافظة 2 بظرورة تقديم استقالته لأن هناك أناس أو أشارع يطالب بهذا بأن يستقيل أما عقد صفقة هذا من غير الممكن أن يكون مثل هذا كذا أمر لأنه لحد الآن لم يتم إقالة محافظة بينها لا من مجلس المحافظة ولا من مجلس مواب العراقي بالتالي هناك أطر قانونية سوف يتم العمل بها في حالة إقالة من فتح مصابل اقتصا يتم اختيار المحافظ من خلال المؤشحين الذين يتقدمون بهذا الأمر أنا أتعجب من أن مواقع التوافل الاجتماعي تناقلت هذا الأمر ولكن لا يوجد مثل هذا كذا شيء طيب هل إقالة المحافظة هي ردة فعل حكومية تناسب حجم هذه الفاجعة التي أكد نوافع عن المحافظة أن الفساد الحكومي هو سببها الأول هناك لجنة 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 تقصر حقات كثيرة في أستردامان العراق من أكثر من ثلاثة المشروع أولاك مفاجئين بشكل بالتالي هي أو تقريب كامل لكافة الخلوقات وكافة المخالفات المالية وليجارية وقدموه إلى نوافع العراقي بالتالي أن وهذه الفاجة حصلت هي أيضا اكتبت لأن يجب أو شكل ضغطة إعلامية إعلامي على المطارب التي كانت موجودة أو التوصيات الموجودة في تقريب تقصي الحقائق الفضل المعاملين أخيرا سيد نور الدين بعد يومين من الحادثة أين الجهود الحكومية سواء بانتشال الجثث التي شارك فيها أيضا بعض المواطنين أو حتى بمراعاة أهالي القتلى نحن اليوم كحكومة محلية وبالإمكانيات المتنصرة للشرطة النهرية أو اللجنة النهرية والساعة النهرية تعمل بكل إنسانيات كل فيهدى ولكن هناك إنسانيات ضعيفة نحتاج إلى أن يكون هناك اكتفاة من قبل الحكومة الاتحادية لتوفيق المستخدمات الضرورية المتحدثين ومعداتهم وكذلك المعدات التي من الممكن أن تؤدي إلى أن يتم تحفظ المفقودين ونضحف عنهم بشكل جديد هناك لك أن أيضا يتم إطلاق إطلاقات معية في هذه الليلة أو اليوم الغد بالتاني قد تكون هناك الجسد قد تذهب بعيدا طارج مدينة الموصل قد تصل لك ربما عشرات إلى مطلعات بالتاني هذا العمل يحدث من يكون مدعون من قبل الحكومة القادمة بعدها من الموصل سيد نوردين قبلا عبو رئيس مجلس محافظة نينوى شكرا جزيلا لك